بعد أن فروا من جحيم الحرب والمجاعة في دولة جنوب السودان الوليدة إلى السودان الدولة الأم واستقروا في مخيمات هناك قرر مئات الآلاف من لاجئي السودان الجنوبي مغادرة المخيمات إلى بلادهم بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعداد مواطني دولة جنوب السودان بالسودان أعداد كبيرة جدا والآن هناك 350 ألف مواطن من جنوب السودان في ولاية النيل الأبيض المحاذية لدولة جنوب السودان غرروا العودة إلى الجنوب بعد أن اشتعلت الحرب في العاصمة السودانية وانتقلت إلى الولايات الأخرى لذلك هذا العدد يحتاج إلى دعم لوجست كبير ويحتاج إلى عون من دولة جنوب السودان ومن المنظمات الدولية لأن أيضا الدولة هناك تعاني في الجنوب وليس هناك أي مساعدات للاجئين السودانين الذين وصلوا إلى جنوب السودان دعاك من العداد الكبيرة من أبناء الجنوب الذين كانوا في شمال السودان ويريدون العودة إلى جنوب السودان ما يقارب أربعة آلاف مواطن من دولة جنوب السودان وصلوا إلى بلادهم كمقدمة للمغادرين من السودان الذي تمزقه الحرب إلا أن المناطق التي وصلوها بدولة جنوب السودان لا تقل سوءا عن مخيماتهم التي تركوها إذ لا مياه أو غذاء أو مأوى بناشد حكومة جنوب السودان والمنظمات الدولية ذلك الـ IOM أنها تهتم بأخواننا من جنوب السودان بحيث أنهم سيرجعوا إلى الجنوب ومفروض تجهز لهم الـ IDP كامس بشورة كويسة من حيث غذاء كساء حيث أنهم يعيشوا حياتهم أو يقدروا انتغلوا بطريقة آمنة لحدث ما يصلوا هناك الحكومة تسحل للكوادر البتباشر الحدباشر والشغل في الجنوب تحديات لوجستية تواجه الراغبين في المغادرة من السودان إلى دولة جنوب السودان وأي تأخير في المساعدة على إعادتهم إلى بلادهم قد تنجم عنه كارثة إنسانية في مخيمات اللجوء بالسودان لانعدام الأمن والاحتياجات الأساسية ما بين مطرقة اللجوء وسندان النزوح يعيش اللاجئون الجنوبيون صعوبات جمة في ظل شح المساعدات الإنسانية والتحديات الأمنية التي يتواجه المنظمات الطوعية العاملة على الحدود بين البلدين لقناة اليوم محمد العبادي بورت سودان